الأبراج اليومية الحادية 10 من ديسمبر 2023 الاثنين سيكون لدى الأفراد المبدعين والمتطورين روحيا يوم مناسب اليوم للمسائل المتعلقة باستخدام المزيد من الخيال والحدث أولئك منكم الذين سيستمتعون ببعض النجاحات اليوم سيشعرون بفائدة أفعالك وقراراتك السابقة يوم الاثنين سيكون لديك وقت مناسب للقاءات والمحادثات المتعلقة بالنساء لمشاركتي وحل المواقف العاطفية أو المشاكل المتعلقة بهنه سيكون يوم الاثنين هو الوقت المناسب للأنشطة المتعلقة بتؤمل وتخاطر والنظر في مستقبلك بقي عشرين يوما حتى نهاية العامة واليوم يحتفل عشاق التانجو باليوم العالمي لهذه الرقصة الفنية الفريدة فسوف تواجه يوم الاثنين صعوبات تتعلق بالأطفال أو الشباب قد يكون لديك اليوم اجتماع أو تجمع لمناسبة خاصة أو مشاركة تم ترتيب لها مسبقا يوم الاثنين لا تهمل العلاقة مع الجيران أو الزملاء كن منفتحا للاستماع إلى ما سيقولونه سيكون هذا يوما مناسبا للحديث عن تطوير علاقة الحب الخاصة بك في عملك ستتمكن من اكمال المهام المهمة بالنسبة لك بنجاح فأمامك يوم رائع ستتمكن فيه من متابعة خطك ومهامك بهدوء وبشكل هادف إذا كنت فلا تثقل نفسك اليوم بأشياء أكثر مما يمكنك فعله بالفعل سوف تشعر بالتوتر وقد تجعل نفسك على ما يرام فيميلك اليوم إلى التفكير والتخطيط والتنظيم سيتم قياس أفعالك بشكل ساسي ومحدود مع تطور بطيء فستبدأ الأسبوع يوم الاثنين بنظرة أكثر تفائلة لمستقبلك سيكون لديك ما يكفي من الحماس للانخراط في مجموعة متنوعة من الأشياء التي تحتل مكانا مهما في خطك لديك اليوم وقت مناسب لأمورك المالية وقد يفاجأ البعض منكم بإيصالات نقدية أو عرض الدخل إضافية عاطفية ستحتاج إلى ممارسة المزيد من ضبط النفس على مشاعرك ورغباتك وأهوائك خاصة في علاقاتك العاطفية فاليوم ليس يومك الأقوى ولكن بالعقل والصبر والإرادة ستتمكن من تحقيق نتائج جيدة فأمامك يوم رائع لتطوير الخطط أو العلاقات القائمة بالفعل فهناك اليوم خطر التعرض للإخداع من قبل شيء أو شخص ما الأمر الذي سيترك علامة غير سارته على حياتك فأمامك أسبوع يجلب الكثير من التوتر العصبي المرتبط بالحاجة إلى التكيف مع بعض ظروف العمل أو الحياة الجديدة سيتطلب منك يوم الاثنين إظهار مشاعرك ومشاعرك بحرية أكبر لبلل المزيد من الاجتهاد في الأشياء التي ستشارك فيها اليوم يجب أن تسترشد علاقاتك مع الأشخاص من حولك بالحب ولطف الأقوال والأفعال وأن تكون أكثر اجتماعية وتستمع بعناية لما يريد الناس إخبارك به اليوم لا تركز على الخسائر الصغيرة أو الأشياء التي سيتعين عليك التخلي عنها من أجل شيء أكثر أهمية وأكبر وأكثر قيمة بالنسبة لك من تحقيق الكثير حيث سيكون لديهم اليوم الحظ وفرصة للأداء فقد تتلقى اليوم أخبار غير سارة تتعلق بشخص تعرفه أو بحدث تتابعه عن كثاب في العائلة سيكون لدى الكثيرين فرصة للقليل من الفرح أو التجمع فمن المحتمل يجد أن تبدأ الأسبوع يوم الاثنين بدخل منقدي بسيط أو بأخبار جيدة ذات طبيعة مالية سيكون لدى الكثير منكم حظم مثير للاهتمام يتعلق بشخص من العالم فصوف تركز يوم الاثنين على العديد من الالتزامات العائلية المهمة التي لن تتطور بعد خلال الأسبوع سيكون هذا هو اليوم الذي يتعين عليك فيه قضاء المزيد من الوقت مع الأطفال أو سيكون لديك التزامات مهمة تتعلق بهم سيكون الكثيرون سعداء بهدية أو عملية شراء مهمة أو أي عملية شراء أخرى أمامك يوم خاص حاول تجربته بأفضل طريقة لك ولأحباؤك فسيكون هذا يوما مناسبا لزيارة بعض المؤسسات أو مقابلة شخص مهم أو مجموعة من الأشخاص فسوف يفضل يوم الاثنين تطور علاقات حب جديدة أو قديمة إذا كان لديك اهتمام خاص في من المحتمل أن تجد نفسك اليوم في وضع غير سارة أو معقد من الناحية التنموية ترجمة نانسي قنقر